السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارجعنا لكم تاني من كورس الالكتريكا الماشين ونركز على بعض المسائل المهمة على حضرتك نبدل حضرتك في المسألة الاولينية مقوناة من اثنين هافرينج والاثنين مصنعين من دفرنت كور ماتيريال نستفيد ان ايبقى فيه الرلاكتنس واختلف واحد واثنين ومتوصلين في الاخر كأنهم عملوا لحضرتك شكل الدونت فانت تروح دلوقتي ترسم المسألة بالنسبة لك رسمة المسألة بتسهل عليك بعض الحسابات في بعض الاحيان ومتوصلين مع بعض بالشكل ده على انهم شكل دونت كده. بتاعة الكور هي عبارة عن اربعة عشر من مية متر تربية. بتاعة الجزء الاولاني هي عبارة عن ستمية وخمسين امبير تيرن على الويبر. الرلاكتنس بتاعة الجزء التاني هي عبارة عن متين اربعة واربعين. امبير تيرن على وبر. عند حضرتك كويل مقوم من متين تمانية وستين تيرن. والمقاومة بتاعته الراجل مدقى لنا فوق هي خمسة واتنين من عشرة اوم. ملفوف حوالين الدونت. يعني جينا عند الدونت كده وراحنا مصرنا الملف بتاعنا مع مصدر طيار مستمر خمسة واربعين فولت. هيمشي طيار عندك لما الطيار يمشي كده هيبتدي ان هو يمشي في الكورة. طبعا الفلاكس طالما ان انت ماشي في حاجتين. انا بالنسباني دول بابص لهم اكي انهم سيريز. فهب هو نفس الفلاكس اللي هنا هو هو نفس الفلاكس اللي هنا. جميل. اه والبطارية الايه بتاعتك هيبارة عن خمسة واربعين فولت. هي انت عايز ايه? انا عايز في المطلوب الاولاني كور فلاكس. اول حاجة عايز اجيبها لكور فلاكس. رقم اتنين هيبتدي اللي يكرر المسألة بس هيبتدي حط ايرجاب من فوق لان قال اتش ايد وايرجاب من تحت. وهنرسم المسألة تاني ونحلها. مفيش اي مشكلة تعالى اللي احنا نروح نحل المسألة واحدة. عشان تجيب الكور فلاكس انت واضح انه هو الفلاكس الكلي. فمعنداش شهر قانون ان الان بتساوي في الفاي. ده كله بيساوي الام ام اف توتل. يبقى الام ام اف توتل بتساوي عدد لفات في الطيار الكلي مضروب في بتاعت الكور ككل مضروبه في الفاي توتل. هو هو ده الفاي توتل اللي انا عايزه. بل فاي توتل هو عبارة عن الان في الاي. اقسمه على الرلاقة بتاعت الدايرة كلها. تم انت عند حضرتك الان متدهالك. الاي نعرف نجيبها. تقول ان الاي عبارة عن الاي على ار. فتقسم الخمسة واربعين على الخمسة واتنين من عشرة. يطلع على حضرتك الطيار عبارة عن تمانية ستة خمسة امبير. كده احنا جيبنا الاي. ومعايا الان بان ازبطت البسط بتاع المعادلة. نقص اللي انا اجيب الار توتل. الرلاقتنز توتل بتاعت الدايرة. انت ميتوصل اتنين كور مع بعض على التوالي. طالما على التوالي بنجمعهم. يبقى ار واحد زائد ار اتنين. تقول ان هي ار واحد هي ستمية وخمسين زائد متين اربعة واربعين. تطلع عند حضرتك تمنمية اربعة وتسعين امبير تيرن على الوبر. يبقى احنا كده طلعنا الرلاقتنز توتل. يبقى عند حضرتك في المطلوب الاولاني هو عبارة عن الان اللي هو امتين تمانية وستين. فيه اللي هو تمانية ستة خمسة. مقسومة الرلاقتنز كلية اللي هي تمانية تسعة اربعة. هيطلع عند حضرتك في المطلوب الاولاني هو عبارة عن اتنين وتسعة وخمسين من مية وبر. يبقى ده المطلوب الاولاني عند حضرتك اللي احنا طلعنا الناتج بتاعه بالشكل ده. الراجل عايز بقى في المطلوب التاني اللي انت عند حضرتك تبتدا اللي انت تحط ارجاها بعد HND فاحنا هنبتدى اللي احنا نرسم الرسمة بتاعتك. يبا هو عندها هو طالب ريبيت اسيوم كزا 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 كزا. عندس اه يعني عايزك تجيب تجيب بس عند حضرتك بتاعت الكورز ما تغيرتش. هو انت ضفت بس اللي هو اتنين ارجاب فوق وتحت. فتبتدي اللي احنا كده نروح نرسم رسمة جديدة. ممكن اللي احنا نحل المسألة نرسم رسمة جديدة فانت عند حضرتك ادي الكور الجديد. انت حطت بس ارجاب يعني فصلناهم عن بعض من فوق من تحت لان الراجل قال فصلناهم من فوق باثناشر من مية سنتي. ومن تحت برضو فصلناهم باثناشر من مية سنتي. طبعا من ميزات الفلاكس ان عند حضرتك الفلاكس بيقدر يمر من الارجاب. فانت عند حضرتك كن نفس الدايرة اللي انت روح تموصل عند حضرتك الملف ومعها البطارية. كل اللي يزيد عليك ان انت حصلك الريلاكتنس فوق زادت معك في الدايرة وريلاكتنس تحت زادت تحت. لان الارجاب لما بتتحط بيحصل عليها بتديني رولاكتنس تمام? وفي نفس الوقت بيحصل عليها مجنوط وموتو فورس قلنا بتبقى اكبر مجنوط وموتو فورس في السيستم كل. فانت كل اللي علينا اللي احنا نروح نجيب الار الريلاكتنس الجاب. فتقول لي هي عبارة عن الال بتاع الجاب. هتتقسم على الميو بتاعت الجاب. مضروبة في الاريا بتاعت الجاب. طبعا طالما تفاصل ما بين حاجتين هتبقى واخدى نفس اللي هي قبل كده. ان الاي هتبقى عبارة عند حضرتك باربعتاشر من مية متر تربية. والإيه اللي جاب هو مده لكه. فاتناشر من مية. تتضرب في عشرة قس سالب اتنين. الميو جاب قلتلك ان هي دي بتاعت الاربعة في عشرة قس سالب سبعة. يبقى تتقسم تحتها الاربعة باي في عشرة قس سالب سبعة. وتتضرب في الاريا اللي هي اربعتاشر من مية. الكلام ده كله يطلع لحضرتك ان الار جاب الواحدة فيهم. الواحدة هي عبارة عن ستلاف تمنمية وعشرين. واتنين وتلاتة وخمسين. امبير ترن على الويب. يبقى انت جبت اجبت الار جاب الواحدة. طب بتاعت الدايرة كلها عمارة عن مين? الار توتل بقى اللي احنا عشان نروح نعوض في قانون الفاي لان الفاي ان فاي مقسومة على الربعة الربعة التوتل. فلعند حضرتك ال الربعة بين بتاع الكور الاولانيي. زايد الربعة التانية اللي هو الجزء التاني من هنا. ده الجزء الاولاني الجزء التاني. زايد اتنين في الربعة بتاعت الجاب هيش معنى لان في اي رجب فوق و اير جاب تحت. والradesيعJab واحد بتساويeraltance جاب اتنين وهم الاتنين متساويين. هيش معنى نفس الطول ونفس والهوم بتاعته من الهوى. فتطلع ان الرلاكتنس الكلية في الحالة دي الار واحد احنا كنا مطلعينه ب650 والتاني 244 زائد اتنين في ستة تمانية ستة تمانية عشرين خمسة تلاتة كده انت جبت الرلاكتنس الكلية جبت الرلاكتنس الكلية اه اللي هي تطلع معاك 14000 خمسمية خمسة وتلاتين و تلاتة وتمانين امبير ترن على الوبر هاد بقى الفاي يبال ان عند حضرتك ميتين تمانية وستين في الطيار اللي احنا طلعناه عبارة عن تمانية ستة خمسة نبتدي اللي احنا نقسمه على الرلاكتنس الكلية للاربعتاشر الف وخمسمية خمسة وتلاتين تمانية تلاتة يطلع في الحالة التانية عند حضرتك هو عبارة عن مية تسعة وخمسين من الف وبر. يبقى دا المطلوب التاني اللي هو مطروب رقم بيه. مطروب رقم سي كان عايز يحسب لحضرتك بيقول لك ازا مجنيتك دروب اكروز اتش ارجاب. اعز المجنيتو موتو فرصة على ارجاب. يا المجنيتو موتو فرصة هي عبارة عن ايه? تقول لي عبارة عن في الارج بتاعة الجاب. تم انت لسه جايب يا الفاي في حالة الالجاب كام? احنا لسه جايبينها بالمقدار ده. فهي عبارة عن فاي نيو لان هو اللي ماشي في الدائرة في الحالة ديت. عبارة عن واحد خمسة تسعة خمسة. هنضربها في الار الجاب الواحدة مش اللي اتنين. نركز ناخد الكيمة ديت اللي هي ستة تمانية خمسة تلاتة. تطلع لحضرتك ان المجنيتو موتو فرصة هنا عبارة عن الف تمانية وتمانين وتلاتة من عشر امبيرتر. طبعا المجنيتو موتو فرص على الاولانية هي بتساوي المجنيتو موتو فرص على التاني. بس نحط تساوي لانه طلب عندي اتش جاب. يبا انت كده نرجع للمسألة ونركز فيه المطلوب. انت هنا كاتب المجنيتو المجنيتو موتو فرص واحد هي بتساوي المجنيتو موتو فرص اتنين. ده اللي انت بس محتاج اللي انت تكتبه هم اللي اتنين بيساوي الرقم اللي هو عبارة عن الف تمانية وتمانين وتلاتة امبير في ترن. اظن المسألة ما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. نبتدي نخش على المسألة التانية نشوف ايه الفكرة بتاعت المسألة التانية. المسألة التانية برضو من المسألة اللي موجودة في الشيت المميزة. مدة لحضرتك عدد لفات بتاعت آآ قيل عبارة عن تلاتين لفة. والمقاومة الكلية بتاعته عبارة عن واحد ستة وخمسين مية قوم. وميديك ان هو محطوط في مجنيتك آآ فيلد بتاعته المجنيتك آآ المجنيتك بتاعت واحد واربعة وتلاتين تسلا. ومدي لحضرتك ان ان انت عند الكويل ليه صيد مع اللينس بتاع الكويل عبارة عن اربعة وخمسين سنتي ومحطوط بمسافة اتنين وعشرين سنتي من السنتر بتاع الروتروشافت. ومدي لحضرتك ان هي عبارة عن تمانية درجة. من قرية للسيستم ومطلع التورك. طالما اللي هو ابتدى يطرع التورك يبقى هو بيتكلم على الرسمة بتاعت المطور. فالرسمة بتاعت المطور كانت عبارة اللي احنا بنبتدي اللي احنا نحطه مغناطيس. مغناطيس ان واس لانه اول حاجة عايز سكتش وسكتش دي بيبقى لها درجات كبيرة. وبعد كده هنبتدي نحط الكويل بتاعنا. طبعا انت رسمه مميل ليه كده بحيث ان هو الراجل اقل ان هو في ميد لحضرتك فانت تحط لي هنا بتاعتك اللي هم التمانية درجة بتوعك. ودي الملف المفروض كده العكس. هنجيبه اللي امها دي. تمام? وخطوط الفيت بتخرج من الكوتب الشمالي للكوتب الجنوبي. وميديك اللينس يعني المسافة من هنا لهنا هي الجزء اللي هو اللي اربعة وخمسين سنتي. وان المسافة من النص لحد هنا اللي هو لان لحضرتك من السنتر لحد هنا اتنين وعشرين سنتي. اللي احنا كنا بنسمي الجزء ده دي. وبنسمي ده ال. والراجل ما اديك الترك في الاخر كزا. همان انت عايز مين? انا عايز الكويل كارنت. مفيش اي مشاكل انا هبتدي من الاخر. ان الترك هو عبارة عن مين? تقول ان الترك طالما ان بيبقى في عدد لفات يبقى لازمة عدد اللفات يدخل معاه في الحزبة. يعني احنا المفوض ان الترك في العادي هو عبارة عن اتنين. اف في الدي. الدي اللي هي ديت. و اف دي اللي هي الفرس ولا بس طالما فيه عدد لفات عدد اللفات بتدخل معا. اللاتنين. الفرصة عبارة عن مين تقول. مضروبة في الدي. مضروبة في الان.ный effective في عبارة عن ايه? قلنا ان هي بتبقى عبارة عن ال سين الافة. والفة ديت بتبقى عبارة عن تسعين نقص فتسعين نقص تمانية يبا انت عند حزرتك بتتكلم في اتنين وتمانين درجة. يبقى احنا بقى يلا نعود اتنين. في البي البي عند حضرتك. بي واحد تلاتة اربعة. مضروبة في الايل. الايل ده اللي انا عايزه. في اللي هو عبارة عن الل اللي انا مدهولك. خمس اربعة وخمسين في عشرة قس سالة باتنين لانها سنتي. هنضربها في صين اتنين وتمانين. كده انا جبت الال افكتف. نكمل الدار بتاحت هيبقى في الدي. الدي اللي هي عبارة عن اتنين وعشين في عشرة السالة باتنين. مضروبة في الان اللي هو عدد اللفات. ده كله بيساوي اليما التانية الترك. الترك اللي هو بيساوي اربعة وتمانين. يبقى انت من هنا تقدر تجيب الاي اللي انت تقول لها اربعة وتمانين عالكلام اللي تحت ده كله. يطلق ان الاي عبارة عن حضرتك. عبارة عن تمانية 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 انبيه. اللي بينسى عدد اللفات طبعا بيبقص على الموضوع ده. لان الدارج اللي هو كده. بس الكتاب كان بيشرح على كيل مكون من لفة واحدة. فلو هو كيل مقوم من لفة واحدة كان مطلع لك ان الترك بيساوي اتنين في الاف دي. لكن لما يبقى كيل مقوم من كزا لفة بنبتدي نضرب في الان اللي هو عدد اللفات بتاعتنا. مساءلة سهلة ما فيقاش اي مشاكل. نبتدي نبص للمساء اللي بعد كده. مدل حضرتك كيل من سلك معزول مقوم من خمسمية لفة. فدي السلك مقوم من خمسمية لفة. والمقامة بتاعته هيبارة عن اربع اوم. تمام? ملفوف على معين. فانت عند حضرتك ادي رينج. وموصل عليه كيل. طبعا الكيل هتوصل معه مصدر مصدر بطارية. اه اه المقامة بتاعته كزا وملفوف على الرينج. الرينج الديامتر بتاعه يعني انت المسافة من هنا الهنا. اللي هي بتسميها الديامتر. فالديامتر بتاعه عبارة عن ربع متر. وي عبارة عن سبعمية ميلي متر تربية. يعني نضرب عشر قس سالب ستة عشان نحولها المتر تربية. كالكوليتزا توتل لو انت موصل البطارية ستة فولت تبقى الاي بتساوي ستة فولت. وي اه مديك بتاعت الايرن ده او الكور عبارة عن خمسمية وخمسين. فكل اللي انت عليك برضو ما عندكش اطلاع ما انت عايز تجيب الفلاكس. طول اللي انت هتبتدي من قابل قانين من المغناطسية ان المجنود وموت فورس توتل بيساوي الان في الاي بيساوي في الكلام سليم. الان عند حضرتك جاهزة الاي سهل اللي احنا نجيبها الاي عبارة عن اي على ار. يعني هتبتدي تقسم الستة على المقامة الاربعة. على الاتنين على الاتنين يبقى تلاتة على الاتنين يبقى الاي عند حضرتك عبارة عن واحد ونص امبير. دي مفقاش اي مشاكل. يبقى انا جاهزت ده وجاهزت ده. يبقى الفاي هي عبارة عن واحد ونص مضروبة في عدد اللفات اللي هو خمسمية مقسومة على لو انا جبت الراكتنس انا جبت الفاي. تم بتاعت اي هي عبارة عن طول الرنج على الميو بتاعت الرنج مضروبة في الايه. الراجل طالما لفت انتباهي بس سهل اروح اجيب الميو. هتقول ان هي بتاعت النود اللي هي بتاعت مضروبة في الميو ار. يبقى اربعة في عشرة اص سالب سبعة اضربها في الميو ار اللي هي خمسمائة وخمسين. والوحدة بتاعت الميو المفروض ان هي بتبقى مهمة. اللي هي بتبقى عبارة عن على امبير في متر. على امبير متر ترن. تمام? ودي كده انا جاهزت الميو. يبقى انا جاهزت الحد ده. والايه مدهالي اصلا. يبقى ناقص ان انا جيب الطول. طب هو ما ادانيش طول هو اداني الديامتر. طب انا دلوقتي لما يبقى عندي سلك. طول ومسلا خمسة سنتي. وابتدأ لفه على هيئة دايرة. ايه علاقة الخمسة سنتي بالدايرة? تقول لي ان محيط الدايرة بتاعتك هو الخمسة سنتي. يعني هنستفيد بايه? انا معي الديامتر. المفروض ان انت عند حضرتك ان المحيط اتنين باي ار. هو بيسوي الطول اللي انا عايزه. يبقى انت الاتنين ار دي مش بالنسبة لك هي الديامتر. يبقى البي دي هي بالنسبة لك الطول. يبقى انت هتبقى عبارة عن البي في الدي. الدي اللي هو الكتر. اللي هو خمسة وعشرين. هنبتدي نقسمه على الميون اللي هي الاربع باي في عشر اصالب سبع. نضربها في الخمسمية وخمسين. ونضرب اه اربع باي اه دي كده انا قلصت الميون. هو سيجيب الايه اللي هي البي في الدي. طبعا اتنين وعشرين على سبع مضروبة في دي دي اللي هو ربع. وبعد كده اللي انت تاخد دي هي تعاوض بها هنا. يبقى انت عند حضرتك انت عودت المسألة كلها تعويضة واحدة ان الفاي ايه عبارة عن واحد ونص في الخمسمية. عرر للراكتنس وكيمة اللي هتطلع لك من هنا هتحطها هنا يطلع لحضرتك الفاي اللي انت محتاجه هو عبارة عن اربعة ستة اتنين ميلي ويبر. يبقى الناتج فوقه تاني ان انت عند حضرتك الفاي اللي انت محتاجها عبارة عن اربعة ستة اتنين ميلي ور. مسألة برضو سهلة وبسيطة ومفاشة اي مشاكل. تيجي نبص على المسألة رقم اربعة. مديك البرايمر والسكندري مديك الاس بتاعت الترانسفورمر. هادي الان بي وهادي الان اس. معنى هو الالف الاول كده عالترتيب. افزا براي مري ايبال في بي. متنتوصل على تلات تلاف فولت وخمسين هيرتز الترانسفورمر بتاعك. كالكوليت زا براي مري اندي سكندري كارنت. سهلة. انت لو عايز تجيب الترانسفورمر يتقول لي عبارة عن الاس على في بتاعت البرائمر. فتبقى الاس اللي هي عبارة بالنسبة لحضرتك ان هي خمسة وعشرين فعشر قس تلاتة. تبتدى اللي احنا نقسم على التلات تلاف. وتطلع لحضرتك عبارة عن تمانية تلاتة تلاتة امبير. طب انت عايز جيبت الاي بي. عايز تجيب الاي سكندري. ما انا عندي علاقة ان الاي بي هي عبارة عن واحد على ايه في الاي سكندري. يبقى الاي سكندري عبارة عن اي ايه في الاي بي. الاي اللي هي النسبة ما بين عدد اللفات. اللي هي عند حضرتك خمسمية على اربعين. هنضربها في الاي بي اللي هو تمانية تلاتة تلاتة. يطلع لحضرتك وعبارة عن مية واربعة. وخمستاشر من مية امبير. كده انت جيبت اول مطلوب. المطلوب التاني الراجل عايز يجيب السكندري ام اف. تم ساحل انت عند حضرتك ان الفي بي على الفي اس بتساوي الان بي على الان اس. انت معاك دي اللي هي خمسمية على اربعين. والفي بي معاك بتلات تلاف. يبقى الفي اس عبارة عن اربعين في تلات تلاف. على خمسمية. اربعين في تلات تلاف على خمسمية. صفرين يروحوا مع صفرين. والناتج يطلع في الاخر ان هي عبارة عن متين واربعين فولت لانه واضح انه هو ستيب ده وانتراتس فورمان. بعد كده عايز يجيب وبيقول لك يحمل يعني كأنك بتتعامل مع قدامك حاجة تاني اما تجيبها من قانون اي بي اي بي اربعة 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 في الان بتاعت في الترد. اللي تحت اربعة 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 في الان بتاعت السكندري في في الترد. فاي واحدة تعال انشتعلها لو لانية التلات تلاف بتساوي اربعة 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 مضروبة في عدد اللفات خمسمية في في التردد من دولي فوق خمسين. من هنا نجيب بكل سهولة هي عبارة عن تلات تلاف على الاربعة اربعة اربعة في الخمسمية في الخمسين يطلع لحضرتك ان عبارة عن سبع وعشرين ميلي ويبر. وبكده يباحنا خلصنا حل المسألة سهلة وبسيطة وفي اي مشاكل نكمل بقي المسائل في الفيديو الكوات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انتا وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.